اشتركوا في القناة قامت بتأسيس شركة في ضواحي باريس برأس مال قدره ألف أورو وقاموا باقتناء الحافلات الواحدة بخمسة ألف أورو ثم بيعها للشركة الوطنية النقل بين المدن بمية وخمسة ألف أورو يعني السوم منتاع الحافلة تضاعف أكثر من عشرين مرة أي شريتها بخمسة ألف أورو وبعتها بمية واربع ألف أورو للحافلة الشركة هذه قتل إنتراي حديثة التأسيس رسمي لها ألف أورو في ضواحي باريس والمؤسسين المتاعها مرة فرنسوية وأحد الشبان من الساحل التونسي هكذا أولي؟ الشركة هذه أورو هي في ضواحي باريس لشاب عمره يترأسها الشاب عمره خمسة وعشرين سنة أصيل منطقة سيد رئيس مدير عام الشاب الأورو هذه ترأستها المرة الأولى المرة فرنسوية ووقت لإبرام العقد بعد وقت البشت تتسبب الفلوس والتي ترأسها السيد هذا عمره خمسة وعشرين سنة وصديق لرئيس مدير عام قتل إبرام العقد هذية متع ثمانية مليارات اللي كانت فيه الشركة هذية الوهمية وسيط بين شركة فرنسوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن صار في نهار واحد يعني الشركة الوهمية في النهار اللي شريت فيه باعت فيه لتونس هكذا أولي؟ هي شركة وهمية شريت الكيران من عند إيفيكو فرنس هي شركة وسيط شريت الكيران من عند إيفيكو فرنس إيفيكو فرنس هذه صحيح شركة تبيع الكيران حافلات مستعملة وتبيع قطاع الغيار إيفيكو فرنس النهار اللي باعت فيها إيفيكو فرنس تبيع بيه للشركة الوطنية للنقل بين المدن والضعف الثمان عشرين مرة والضعف الثمان عشرين مرة يعني الحافلة شريتها من عند إيفيكو فرنس بخمس آلاف أورو تبيعها للشركة الوطنية بمية واربعة ألف أورو اشتركوا في القناة